البحث عن عينة لفيروس كورونا شغل العديد من المواطنين في ازدياد عدد المسحات سواء من المواطنين خاصة المسافرين منهم والذي أثر على عملية الحصول عليها مما دعا جهات الاختصاص للبحث عن آلية خاصة بهم نحن نستقبل في العينات فقط نحن ما نقوم بعمل مسحات ومعن نشع علاقة بالمسحات ولكن المسحات صار فيها نقص لأسباب عديدة من ضمنها نقص التزويد أساسا للدولة بالمسحات لتأخير وصول الشحنات فهذا أثلت مع ظهور المسافرين خاصة مسحة أبواب تونس وكذا فصار في زحمة كبيرة أغلبها تبقى تسافر فصار نقص أكيد لكننا لا لدينا علاقة مباشرة بالأمر فقط نستلم في العينات ونقوم بالتحاليل صعوبة الحصول على مسحات دفع البعض لاستغلال الأمر واستخراج نسخ مزورة من الممسوحات للمواطنين الراغبين في السفر من مختلف المنافذ البرية أو الجوية لأن عملية التزوير وعملية البيع الشهايد ما بين التجار بطريقة غير قانونية هي طريقة التزوير درنا ختم حراري خاص بالمركز ومع الختم العادي ومع تواصل درنا غرفة على الواتس أب يعني على الواتساب عن طريق الإنترنت متواصلين مع المنفذ راسي جدير ومع منافذ المطار معتيقة ومسراتها إننا إحنا لو كان فيه أي شك في أي شهادة تصدر يحطوا يصورها أو يحطوا رقمها بكود معين ونقالين تباحها عن طريق المنظومة أو الأخوة في مركز المكافحة الأمراض أو مركز المعتمدة من قبل الدولة الليبية الحاجة صارت مسة إلى اعتماد مركز تحاليل خاص بفيروس كورونا أسوة بالدول العربية والأوروبية واتباع إجراءات خاصة بها بدفع قيمة معينة بالإضافة إلى وضع ختم حراري على ورقة العينة حتى لا تتم عملية تزويرها واستغلالها من ضعاف النفوس ترجمة نانسي قنقر